نواصل هذه التغطية من رؤية وكننا نتابع هذه المشاهد المباشرة من خان يونس حيث يبدو أن هناك قصفا استهدف أحد المناطق السكنية هناك وهناك وصول لعداد كبيرة من الجرحى والمصابين ينقلون بسيارات الإسعاف والسيارات الشخصية للمواطنين السيارات المدنية ولم تتوقف سيارات الإسعاف من الوصول للمستشفى فيما يؤشر إلى أن هناك استهدافا لمنطقة سكنية قد تحمل معها عدادا كبيرة من الشهداء والجرحى في هذا المحور أرحب بضيفي نائب رئيس الوزراء الأسبق دكتور محمد الحلاقة دكتور محمد مساء الخير أهلا بك معكم مساء الخير لك ولي المشاهدين أسمع مداية تعليقك هناك ضربة على ما يبدو جديدة لخان يونس السهداف المدني المستمر وفي هذه الحرب يبدو أن الاحتلال اتخذ قارن بسهداف المدنيين دون خوف أو كلل أو ملل بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله اليوم الملاحظة للضربة العنيفة لخان يونس خان يونس تقع نحو الجنوب تحت دير البلح بمسافة في مكان التركيز على شمال غزة ومنطقة ما يعرف بمنطقة وادي غزة فيها الكثافة السكانية وفيها أيضا الحاضنة الشعبية إلى حد كبير لحركة المقاومة فاليوم هذه المجزرة الجديدة وإحنا المؤلم أنه صرنا نشوف الخبر ونتابعه وأصبح خبر يومي وكأنه خبر عادي قتل ثلاثمائة وأربعمائة فلسطيني بآلة الحرب الصهيونية والأسف المواطن العربي يشعر بالقهر وبالألم لأنه هذه فعلا مش اصطلاح عاطفي إبادة جماعية إبادة جماعية تقتل كل أشكال الحياة لحد الآن العدو الصهيوني لم يعلن عن عدد قتلى أو شهداء حماس ما اسمنا أي أخبار حماس هي التي أعلنت عن بعض شهدائها ومعظمها مدني فهذا الحقد وهذا الانتقام نتيجة الضربة القوية التي سددت المقاومة هو ينتقم من المدنيين ينتقم من الحياة في غزة يهدم الأبراج يهدم البيوت على رؤوس أصحابها يضرب الكنائس يضرب المستشفيات لم يحصل هذا في التاريخ حتى المحابز حتى الناس الذين نزحوا إلى الجنوب ضربهم ضربهم وهم يحاولون أن يحصلوا على شيء من الماء فهذه الجريمة المروعة إضافة أخرى إلى مسلسل الجرائم الصهيونية المدعوم أمريكيا وغربيا وللأسف لازمنا نحن كعالم عربي لازمنا نحاول أن نعمل ما يقوم به للأحمر والصليب الأحمر محاولة دخال الدواء والمساعدات الإنسانية إلى غزة أمر في غاية الحزن وأمر في غاية الألم أن نبقى مشدودين إلى التلفاز لنشاهد هذا العدد من الضحايا وهذا الإجرام وهذا القتل المتعمد للانتقام من المدنيين لأنه لم يحقق نصرا عسكريا واحدا حتى الآن طب برأيك إلى أين تتجه الأمور في قطاع غزة مع هذا الضرب المستمر وهناك الحديث عن العملية البرية ويبدو أن الاحتلال لم يتخذ قارن بعد بتوقيت هذه العملية وهناك من يسأل لماذا كل هذا شوف العدو الصهيوني يحاول أن يزيد العبء على المقاومة يحاول أن يزيد الكلفة بقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين وتدمير كافة المؤسسات على أمل أن تنفضل حاضنة الشعبية على المقاومة هذا لن يحدث ولا عمل أيضا أن المقاومة تلين في موقفها مع كل هذه الخسائر فهو ينتقم بشكل أساسي من المدنيين والمؤسسات حتى يرفع الكلفة الذي يحدث في غزة من مشاهدات ناس على أرض الميدان مرعب غير مسبوك هو يحاول أن غير الحقد والانتقام الذي في قلوب قادة الصهيوني يحاول أن يرفع الكلفة يحاول أن يقول لأهل غزة انفضوا عن المقاومة وعن حماس وإلا ستواجهون القتل والتدمير هذا مفهوم ولكن لحد الآن الحاضنة الشعبية متماسكة المقاومة متماسكة ولا زالت توجه الضربات فيما يتعلق بالاشتياح البري الذي مرة يقولون بسبب الأحوال الجوية ومرة بسبب الرهائن وإلى آخرها أنا أظن أن هناك خوف حقيقي وارتباك صهيوني فيما يتعلق بالعملية البرية وهي إن حصلت وأنا لست محللا عسكريا إسرائيل ربما تلجأ إلى حرب غير تقليدية يعني بمعنى استخدام أسلحة غير تقليدية ليس فقط الدبابات والدروع والجنود لأن هذا حتما ليس في مصلحتها وهم جربوا هذا في 2014 ربما تلجأ إلى نوع جديد من القنابل ارتجاجية فراغية قنابل العصاب بحيث يتحقق لها ما يريد وأنا أظن الذي خطط للهجوم وليوم الفتح الكبير في 7 أكتوبر ربما يكون أخذ بحسبانه مثل هذه الأمور ولكن العالم إسرائيل اليوم يجب أن تدرك أن الاستمرار في قتل المدنيين لن يحقق لهم نتيجة الصراع اليوم يدور بين معادلتين المعادلة الأولى هو الرغبة الجامحة الصهيونية بتحقيق نصر بأي ثمن وأي نصر استياد شخصية مهمة لدخول إلى شمال غزة بالأمس كانوا يتحدثون عن مناورات برية يريدون نصر ويريدون أن نعيد شيء من الهيبة لهذا الجيش الذي قهر وأذل أمام العالم هذه المعادلة الأولى المعادلة الثانية التي تفضلت بها دخول أطراف أخرى إلى المواجهة حزب الله تحديدا وهذا يعني يضع علامات استفهام لأن الصراع الآن يدور بين هاتين المعادلتين إيران لها حساباته وحزب الله اليوم يناكف إسرائيل عسكريا وضربة بضربة وهناك اشتباكات إلى الشمال ورحل عداد كبيرة من المستعمرين في الشمال كما حصل أيضا في المستعمرين في غزة من يتقدم على الآخر ربما نقول أن حزب الله ربما ربما إذا حصل اشتياح بري هذا الذي فهمت أن هذا هو الخط الأحمر إذا حصل اشتياحا بريا فسيوسع نطاق مشاركته ولكن لا أظنها أنها ستكون على غرار الحر في عام 2006 ستكون كما يسمى يعني حسابات مبنية على وقاعهم يعرفوها مخاطرة محسوبة لذلك الصراع اليوم بين هالله من اللي بحسنها؟ الدخول البري ولا تدخل حسب الله؟ الصراع الآن إذا ما جاوزنا عن يوم 7 أكتوبر اليوم هؤلاء المعادلتين التنتين هما اللي بحكموا اليوم الصراع لكن آلة القتل الإسرائيلية مستمرة تحت نظر وسمع العالم بترخيص أمريكي أوروبي بدعم غير مسبوك واليوم سيد ماكرون يجيش وكأنه يقول نريد حملة صليبية جديدة هذا الذي حصل ذكرنا بالهولوكوست ونسميه الهولوكوست الفلسطيني واليوم يدعو إلى تعالف دولي لمحاربة غزة هذه القطع المحدودة من الأرض وكأنه يدعو إلى حملة صليبية جديدة يذكرنا بها دون أدنى محاولة أن أمس بإخواني الأطباع المسيح عليه السلام نبي الرحمة والسلام هذا الذي يحصل غير معقول إذن هل هذا المشروع الاستيطاني الكلونيالي الصهيوني الغربي في خطر حتى يهرع زعماء العالم الغربي للتقديم الدعم حتى يأتي ريشي سوناك مع طائرة عسكرية يخرج هو وتخرج الأسلحة بعده حتى بايدن يقدم كل هذه المعونات العسكرية والمالية لهذا العدو الصهيوني على عدد محدود من المقاومين وعلى شعب محاصر أعزل لن تنجح هذه المحاولة لكن العالم لا زال يدفع أنت حدثت عن زيارة ماكروني اليوم وهناك زيارات مستمرة وزيارات قادمة وأمر غريب ما يحدث عالميا وأمامه خطاب أردني عربي يحاول أن يوضح العالم الذي يحدث صحيح لكن هذا الدعم الغربي أصلا مستمر نذكر أن فرنسا هي التي زودت إسرائيل في بدايات بعد استغب عشر سنوات تقريبا بعد اغتصاب فلسطين بالمفاعل النووي والدعم الأمريكي مستمر سواء كانوا على حق ولا باطل لكن كل هذا الذي يجري وجره هل وفر الأمن للمستعمرين الصهيين في فلسطين هل أوقف عمليات المقاومة هل أوقف المقاومة في الضفة الغربية لليوم ما بنعرف عنها الإعلام مشغول عنها بغزة وبشمال لبنان هل وفر الأمن للمواطن الصهيوني المستعمر لم يوفر الأمن ولن يوفر الأمن هذا كان دائما رأي جلالة الملك ورأي الأردن هذا الحكمة أنه يا عمي بدون سلام حقيقي ينعم به الشعب البلسطيني بدولة المستقلة ويعيش زي البشر بإنسانية زي ما أنتم بتدعاة إنسانية وحقوق الطفل وكذا وإلى آخره لن يكون هناك سلام لن يتحقق السلام بالآلة الأسكرية ولا بالدعم الغربي لكن التجيش هذا التجيش الغربي يذكرنا فعلا بالحملة الصليبية ومحاولة شيطنة المقاومة ودعشناتها وإلى آخره وأنتم الذين أوجدتم داعش أصلا واستفدتم منها واستغلتم ولتشويصورة الإسلام وخاصة الإسلام السني إذن كل هذا الدعم الغربي مضبوط لأنه المشروع على وشك أن يفشل إن لم يفشل هل يوفر الأمن؟ هل يحقق السلام؟ وتذكرنا حرب الـ 51 يوم 51 يوم والعدو الصهيوني يقصف غزة ويدمر غزة وعادت بعدها المقاومة أقوى مما كانت عليه والحاضنة الشعبية زادت والذين نشاهدوا من خلال وسائل إعلام واليوتيوب عن صمود الشعب الفلسطيني في غزة وصبر الشعب الفلسطيني هذا أمر لم يحصل في التاريخ هذا منقطع النظير نعم وأنت تقرأ أن المقاومة قادرة على احتمال كل ما يحدث اليوم دكتور هناك إحنا قربنا على 6 ألاف شهيد أكثر من 15 ألف جريح ومصاب مستشفيات قد تخرج عن الخدمة والاحتلال متعنت أنه لن يقدم أي شيء فيما يخص هذا الأمر وعشان نكون صديقين الجميع يقف عاجزا على إدخال مساعدات إلى قطاع غزة لا شك أن الكلفة عالية جدا ليس على المقاومة وأهل غزة علينا جميعا خسائر بشرية رهيبة وتدمير للبنية التحتية هذه كلفة مادية مرتفعة الثمن ربما هذا الذي جعل المقاومة تفكر بإطلاق سراح بعض الرهائم الزواجي الجنسية لتخفيف الضغط عليها ولكن أنا أظن أن لا زال الحاضنة الشعبية متوفرة وتوسكة بالمقاومة ولا زال الغزيون يقفون بالرغم من الكلفة التي يدفعونها واقفين هنا وكما قال لي أحدهم أمرين قال أولاً أحنا الحياة في غزة والموت السويان بالنسبة لنا لأننا نعيش ظروف إنسانية كما يعيش بقية العالم نحن نعيش في ظروف قاهرة الموت والحياة بالنسبة لنا سويان الأمر الثاني أنه إحنا تهجير نعرف شو هو التهجير وجربناه ونكبر الثمانية واربعين فلن نفعل وسنبقى هنا إما نموت وإما يعني نستمر في الحياة إذا كتب لنا أعمار والأمر الثالث أنهم يقولون أنها فلسطين وتحرير فلسطين أو أي بقعة في فلسطين يستحق التضحيات أنا معك والله الكلفة البشرية عالي جداً الكلفة المدنية من مباني وأساة عالية جداً ولكن هذا قدر أهل غزة وفلسطين تستحق برأيهم وأنا أقول أيضاً تستحق مثل هذه التضحيات نعم أشكراً كل الشكر يكتور محمد الحلائق نائب رئيس وزراء الأسبق على وجودك معنا ليلى علاقت على ما يحدث في قطاع غزة وعلى الخطاب العالمي والخطاب العربي تجاه ما يحدث أشكراً كل الشكر ترجمة نانسي قنقر